اشتركوا في القناة 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 هي الاشياء يلي بتعكس الضو والكحلة من الالوين يلي قدر يسبت ويكون له موسم والخاص دايما في موسم يلي انت بتقول انا بدي اخذ بهالفترة اشتري قطع لون الكحلة وبينزلوا لون الكحلة حلو لمعة لمعة بتفرق كيف يعني صراحة ايدي الناس بتقول انا بشرته مدهني او بشرته لمع في فرق كبير بين بشرة عم تلمع مضوية وبين بشرة دهنية في فرق كبير بين شعر دهني وشعر عم يلمع والفرق هو كتير كبير لانه الشعر الدهني يعني الشعر عم يختنق يعني الشعر لما بتوقع الشعر بالتبدلات اللي بتصير اللي بتمرق فيها انا جان كتا جان تلو جان كله ما بتعب بتقدر ترجع لانه بتنصدم بهالزيوت يلي موجودة على فروة الرأس وبيبلش الشعر يهر بزيت الوقت لما بنقول لمعة لمعة يعني شعر صحي شعر معتنى فيه شعر ما بنعرضه كتير للشمس ما بنعرضه كتير للصبغات للساشوار كتير للإشياء الكيميكلز كتير كلها بتساعد وقص الشعر من الوقت لتاني ليكون في لمعة وطريقة الحياة الصحية لانه متل ما بنعرف تمشيط الشعر غسل الشعر اختيار الشامبو كلها إليها تأثير لحتى نكون عم نعتني بفروة رأس دهنية فروة الرأس الدهنية لما بنحكي عن التزييت وهيدا الزيت عن زيت بيفرق ونلاحظ بشرة مدهنة جسم مدهن كلها هيدا الإشياء ما بتعطي نظافة بتعطي وكأنه الشعر فقد رونع وبطل في عنده هالضو أما إذا منحكي عن البشرة لما منطلع منشوف سموذ هالطولة قدامنا لأنها سموذ لأنها ميلسي منشوف بتعكس الضو بينما هون ما منشوف في لمعة لأنها رف لأنها ميلسي زيت الشي البشرة البشرة لازم تكون كتير مرتبة لحتى تعكس الضو وهون لما بتكون كتير مرتبة بتكون بهالشكل يلي بتكون عم تعكس الضو وكأنه عم نستعمل هايلايتر أما البشرة لما بيصير فعليها تصبغات وكلف وكل هالإشياء هي بتريفقها لأنه البشرة الدهنية بتساهم بي بروداكشن أوف ميلانين سو مشان هيك منقول بتشيخ أقل لأنه الميلانين بيسمكها بتبطل لأنه نحس إنه عم عم تكبر ولما بنعمل بيلينج للبشرة إن كان بالكوجيك أسيد بالجلايكوليك أسيد بالفيتامين سي كلها لحتى تعطي الضو لأنه بتشيل الخليا الميتة بتشيل هالرفنس اللي عم نحكي عنه ولما بتشوف لما فيه ندب بالوج ببطل فيه لمعة مهما عملنا لأنه بطل فيه سموذ على سطح الجلد صون إحنا ويش بيتنا ننتبه إذا فيه أكني للجيل الجديد يلي هو أكتر شي فيه عنده لمعة ببشرته لأنه بتجديد الخليا عند البشرة اليانج بيكون كل 28 يوم كل ما نكبر بتصير تطول المدة وتخف عملية تجديد الخليا مشان هيك بنشوف لما السيدات أو الرجل بيكبر بيبطل فيه تعرق كتير أو تزييد كتير بالبشرة سو ما نعطى الهم كتير إذا كنا بسن مبكرة فيه تزييد لأنه بعد فترة اللي حيخف التزييد والبرودكشن للزيت اللي حتى نحافظ على طريقة غسل الشعر يعني بقول أنا مثلا غسلت شعري مفروض فيي ما أشقل شعري بالنهار يلي بكون مغسلي شعري لأنه لما بشت شعري بعمل استيميليشن للزيوت برجع أول يوم يلي بغسل فيه بترك شعري نازل قبل بيوم من ما بدي أرجع غسل بشت شعري بقول هيك خدت التولوكس يلي أنا بدي أما بالنسبة للشباب يلي يلي بيطرفق التزييد مع الأكنة شي طبيعي إنه المسام المفتوح بعبي دهون وهيدي الفترة الشباب إن كان فتاة أو أو شب بيصير عندهم دهون كتير أكتر شي عند الأنف ببلش يصير فيه تزييد ليه لأنه هالمنطقة مسامة مفتوحة أكتر ولارج أكتر إنه تقدر تحصل الزيوت والسبوم الموجود أما الجبين والتيزون لما يبلش نكبر شوي بالتين ايج يعني بيكون فيه صار فيه دهون أكتر شوي بلش يشوف فيه لمعة لأنه الشمس التعرق كل هالإشياء بيخلي إنه هالتيزون يلي هي طبيعية عند أي إنسان تزيد شوي عندي يلي عندهم مشاكل وراثية أو عندهم وبر زيد كل هالإشياء بتلعب دور في مشاكل بالتستوستيرون يعني الهرمونية بتلعب الوراثة بتلعب ولكن نحنا شو لزم نعمل الحل هو الحل إنه غسل شعري بشامبو خاص بأول تفويحها ما أستخدم كتير المي الصخني ما أفرك كتير بطريقة عشوائية فوح الشعر بمي معتدلة مش باردة ولا صخني أما الوج استخدم غسول للبشرة الدهنية وبزيد الوقت رطي بدغري لأنه حتى البشرة الجيفة لح تمنع هاللمعة الحلوية بالوجب وما بعرف إذا السؤال بيقول إلي لما أنت بتصحع بكرة بتغسل وجك أو بتغسله بالليل أو ما بتغسله أنا لأ أكيد بغسل وجي بالليل والصبح والمساء فيني والصبح التركيز اللي خاطئ القصة ما فيها أنه فيه ناس ما بتغسل وجه بتعتبر أنه عم تشيل الزيوت الجيدة وفي كتب عن هالموضوع أنه لازم تبقى هالزيوت لأ مش لازم تبقى لأنه بتعمل خلايا ميتة لأنه بتسد المسام لأنه بتمنع هالنظارة عن العينين لأنه لما منغسل الوج عم نضوي العينين عم نريح الغبار اللي فاتوا بالعينين بقى هيدا أمور كتير أو إذا كنت قاعد مع ناس مدخنين وإنت غير مدخن صار فيه تراكم من هالنيكوتين على سطح البشرة ولكن طريقة العينية هي أنه تختار مستغسل وجهك فيه كرجل أو كسيدة يكون بتجينس مع طبيعة بشرتها ونعمل من سن 28 وما فوق يلي بيشيل الخليا الميتة بيساعد يطلع خليا جديدة وبالتالي منشوف بالصور كيف منشوف أنه البشرة صارت مضوية ومن خلال هالماسكات اللي بدي إنهي فيهن الحلقة بدني نعطي لم على البشرة شو حضرت هون حضرت بدنا نحط ملعة خميرة بكبية حليب سيخن وهون أنا بدي أشتغل على زيد عليهم عصر تحامض وربع ملعقة من بايكربونات السودا أخلط هالمزيج وبعد محس الخميرة عطي رفخة على سطح الحليب بيخد على الوجه مرء على الوجه مرة بالأسبوع لحيعمل عن جد بيصير في عنا ستيموليشن لشيل للاكتك أسد يلي هو بيضو البشرة أما بالنسبة للشعر كمين خصصت خلطة حلوة كتير يلي هي بدي أوضع لبن مع ألويفيرا عسل زيت زيتون ملعقة من خل التفايح يلي هو مهم كتير وبدي أقول شغلة أنه الكوكونات أو زيت الزيتون المتواجد جيد أو من اتنين سوا من مرؤن على الشعر ولا مرة نفكر نحط زيوت على فروة الرأس هذا شي من ننسي لأنه كلما يزيت فروة الرأس كلما تروح لمعية الشعر هاي لحتى تعطي لمعية وبالماضي كانوا يستعملوا خل التفايح لحتى يلمعوا شعرهم أو البيرة والبيرة لأنه فيها الخميرة سو إذا حطينا البيرة مع الخل التفايح مع شوي كونديشنر وشوي من الزيت حتى فيه يمرؤن على الشعر لأنه لحيكون في عندي لمعية إذا الشعر ما في صحة وعم قصه وعم بيضل ما في صحة بزيد صفار بيضة وملعة حسر لحيحصل على خلطة جيدة جدا استخدمها كل خلال موسم الشتاء مرة بالأسبوع لحي يتغير بنية الشعر مع أص أطراف الشعر لما بتكون ناشفة شكرا كسير ومدامنا إيلا مرسي إليك نحنا رح نتابع حلقتنا مع باللبناني بعد كم دقيقة شكرا